السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء معكم الأستاذ المهندس محمد نور بمادة رياضيات أرطى أورتم ميتماتيك درس كتاب 10 وصلنا بيهال كتاب على صفحة 11 واحد اتمنين أرطى الورنك رقم 14 حبي بحشة الارضة بلدية الأمورة سوء و القطرق يجب أن يكون هناك سبزة والمواهب أوريتميك إيشن كرالانان كتوب بارسلرة فيريلان قدر يعني هون عبيقلي سميت حدائق المواهب قطعة من الأرض اتقسمت وتخصصت لزراعة الميبة والسبزة الخضار والفواكه بعد ما وصله بنات تحتية مثل كهرباء وماء طبعا هاي القطعة خصصتها البلدية وذلك لا بيك شهير لاردا يأيقن لشان بو ايقلما شهير حياتندكي كشوش ترمجي لاردان سقلان ودوا إلى إيش إيش أول مكستيان إنسان لارجين بولوماز بير فورساتر يعني هدول قطع الأرض اللي سموهن نيتون حدائق المواهب يعني هنه فرصة كبيرة لمن للإنسان اللي عايش بالمدينة وميلل من حياة المدينة وبدو إجتمع مع الطبيعة ومارس هوايات الزراع طيب هوني فتحبي إني 5 متر وبيو 10 متر olan dikdörtgen شكليندكي حبي باحشسين إنini وبيوينو اينا مقدار دا جنشلترك 150 متر كاريك بير باحشية صاحب أول مكستيور هوني عبي يقلي أحد اللي إجوا أخدوا هالمساحة اللي هنه أسمو لياها عطوه 5 متر بالعرض و10 متر بالطول على شكل مستطيل عبي إنا إنه هو ريض يوسع مجال الأطعال عيطينه إياها بشكل متساوي اينا مقدار دا بالطول بالعرض بنفس المقدار لتصير مساحته 150 متر مربع بجي فورا قبل ما أكمل قرائه بجي فورا برسم رسم صغيرة هنه نعطوه لاحظوا 5 متر بالعرض 10 متر بالطول هو يحب يوسعه بشكل متساوي بين طوله وعرضه اينا مقدار دا هوني ايكس معناتا وهوني ايكس ضاحزو بدي يوسع الأرض ليساوي مساحته 150 طيب بلون ايجين بحشنين إنين في بيونو نكادار جنشلت مساة جاركتين بلالوم يعني عبيقلي ايش قد لازم معناتا لازم يعرض ويطول الأرض اللي لازمته بده نحسب هذا المقدار طيب معناتا نحن متل ما رسمنا يعني بده الايكس بالصيغة رياضية طيب عندي المساحة عندي المساحة تساوي 150 معناتا عندي الطول ضرب العرض هذا مكان مستطيل وكمان عطيته بنفس المقدار لهون وبنفس المقدار لهون بقي عندي مستطيل بيضل عندي المساحة للمستطيل هي الطول ضرب العرض طيب لاحظوا الطول هو إكس زائد عشرة والعرض إكس زائد خمسة فبصير عندي إكس زائد عشرة مضروبة بإكس زائد خمسة تساوي 150 هو رياضي ساوية 150 متر مربع بصير عندي هالشكل هاد طيب هلا باجي بصلح هالمعادلة هاي كيف بده صالحات علمنا أول شيء أول شغلة لأحل أي معادلة لازم أساوي الطرف الثاني يساوي الصفر مشان أقدر أحلها معناتا بفك الأقواس وبنقول 150 لجوة وبعدين بشوف شاط بتطلع قيمة الإكس يعني حولت لمعادلة من الدرجة الثانية هلا صار عندي هون إكس بإكس عبفك الأقواس إكس مربع طيب هون عندي إكس بعشرة بتطير عشرة إكس وكمان عندي هون خمسة بإكس كمان خمسة إكس ع dist وخمسة إكس بصير魚 15 إيكس طيب إش بيبقى عندي؟ بيبقى عندي ضرب هالرقمين في بعضهم اللي هو خمسة مضروبة بعشرة فبتصير خمسين عندي هون 150 بنقول المية وخمسين لجوة فبصير ناقص مية وخمسين بنقصه من الخمسين تطلع معي ناقص مية لاحظوا صار عندي معادلة بسيطة من الدرجة الثانية الطرف الثاني يساوي الصفر بحب أحلها بالدلتا بحب أحلها تحويل لجداء عوامل إنه بلاقي أنسبلي بحلها بالطريقة اللي بلاقي مناسبة طيب هوني حلها بجداء عوامل يعني هوني مازال الأمثال عندي تساوي واحد معناته يلزمني عددين ضربهم في بعضهم يساوي ناقص مية جمعهم مع بعضهم يساوي زائد خمستاش طبعا المية هي خمسة ضرب عشرين طيب خمسة ضرب عشرين وحدة منهم لازم تكون إشارتها سالبة بلاحظ من هون إنه عندي زائد خمستعاش معناته الرقم الكبير هو اللي لازم تكون إشارته موجبة بحط للعشرين زائد للخمسة سالب بضربهم في بعضهم برد بتأكد من حلي ناقص خمسة مضروبة بعشرين تطلع ناقص مية طيب جمعهم مع بعضهم بيطلع معي زائد خمستعاش بحط تساوي الصفر معناته إما عندي هذا الطرف يساوي الصفر أو هذا الطرف يساوي الصفر فمعناته إما عندي إكس تساوي خمسة أو إكس تساوي ناقص عشرين طبعا بما أني عم بحسب مساحات ففورا هم برفض ناقص عشرين لأنه أنا ما عندي مسافة سالبة يعني طول ضلع في حياته ما بكون سالب هذا الطول الضلع موجب تماما فمعناته بقبل الحل الخمسة وبرفض ناقص عشرين فبتطلع الإكس المطلوبة هي تساوي زائد خمسة معناته هذا لازم يعرض الطوله بالعرض يزيد خمسة يعني يصير عنده الطول خمسة عشر العرض عشرة منجرب خمسة عشر ضرب عشرة تطلع مية وخمسين وهو المطلوب هنا بيصير أساس دا عبيقلي يعني كمان بدي كبر الحديقة تبعيته لاحظوا العرض مفعول به يعني العرض بدي يكون اتنين اكس بينما الطول اكس وحدة يعني بده العرض يعرض بالعرض الدبل اللي رح يعرضه بالطول طيب كمان رح يطلب مني البويو يعني رح يطلب مني الطول طيب معناته بنفس المعادلة اللي كتبناها من شوي ولكن ايش بدي يصير عندي يصير عندي هون كان عندي اكس زائد خمسة هون رح يكون عندي اتنين اكس زائد خمسة وكمان بسكر قوس مضروبة بمين هالمرة الاكس رح تبقى على حالة بالطول اكس زائد عشرة كمان ايش تساوي اعطاني مساحة الجديدة اللي هي ميتان وعشرين خمسة وعشرين هلا باجي بفك الاقواس متل ما فكيتهم من شوي هون بصير عندي اتنين اكس بي اكس بصير اتنين اكس مربع وكمان عندي هون اتنين اكس مضروبة بعشرة فبصير عشرين اكس وعندي هون خمسة مضروبة بي اكس في خمسة خمسة وعشرين فبصير عندي زائد عشرين خمسة وعشرين اكس كمان زائد رقمين مضروبات في بعضهم يعني خمسة بعشرة بتصير خمسين تساوي ميتان وعشرين خمسة وعشرين طيب ال 225 اذا انا قلت للطرف الثاني راح تصير ناقص 225 وعندي 50 فبدي يصفي بهالطرف مية وسبعين خمسة وسبعين واشارتها سالبة ما ننسى ايش تساوي تساوي الصفر لاننا انا هاد للطرف الثاني طيب هلا اذا بدا حوله لجدع عوامل فلازم احط رقمين تحت بعضهم يساوق ضرب هدول بما انه عندي ما عندي الامثال هون تساوي واحد فبقول ال 2x مربع هي 2x مضروبة بx والطرف الثاني بدا لقي عددين ضربهم في بعضهم يساوي 175 او ناقص 175 وجمعهم مع بعضهم يساوي 25 طبعا خمسة مضروبة ب35 هي تساوي 175 هاي خمسة ب35 واحدة منهم لازم تكون ناقص منجرب بالاول ناخد هاي موجبة هاي سالبة نتأكد بنحنة بنقول 2x مضروبة بناقص 5 فبصير عندي ناقص 10x ناقص 10x زائد 35x اش قد بتطلع معي؟ تطلع معي زائد 25x اذا فرضيتنا صحيحة معناتها بصير عننا 2x زائد 35 مضروبة بx ناقص 5 يساوي 0 معناتها اما 2x زائد 35 تساوي 0 اذا انا 35 للطرف الثاني رح تطلع سالبة اذا طلعت سالبة رح تطلع مرفوضة عننا او بدنا نقول x ناقص 5 تساوي 0 هاي بنقلة للطرف الثاني فبصير عندي x تساوي 5 طبعا هيك بيكون حلنا صح x رح تساوي 5 اول وحدة دائما هون رح ناخد موجب فننقلة رح تصير سالبة وقالنا انه اذا عندي طول لازم اشطب الحل السالبة باخد فقط الحل الموجب اللي هو x تساوي 5 وهاي الخمسة طبعا بتعبر لي عن ايش عن المسافة اللي نحطها زيادة بالطول لانه احنا فرضنا بالطول x اما بالعرض 2x يعني بالعرض رح يصير عندي 2 ضرب 5 عشرة بس هو طيلي بالطول اللي هي الخمسة هلا بالورنيك رقم 17 عبيقلي اشك سو يارش لري اضندان دا انلاشل جي ازري دنيز قل يدا نهر جبي اشك آلان لار دا يبلان يزم يارش لريدر يعني هون عبيقلي في مسابقة سباحة بالمساحات المفتوحة يعني اما بتكون بدنيز او بقل او بنهر طبعا قل يعني بحيرة مسمات طبعا باسم اتشك سو يارش لار يعني مسابقة مياه مفتوحة و يارش لار دان ان ازنه بير هافتة دا تمام لنان في نيويورك تا بير نهر دا يبلان 198 كيلو متر لك يارشتر عبالي هون كمان وحدة من هالمسابقات اللي هي بتكون الاطول بمدينة نيويورك طول المسابقة يعني طول خط السباحة 193 كيلو متر و طبعا بيستغرق ليخلاص جمعة طيب بعد عبيقلي بيرش لار دا كمي زمان اقنتي لار كارش دا يزان يزجو لار دا ينكلي لك لار ان بلانا تشك مكتدر يعني هون عبيقلي انو بهالمسابقات احيانا بكون في سباحة ضد الطيار بهك حالة مناخد بعين الاعتبار الدانك لك يعني المقاومة ضد الطيار هاي مناخده بالانبلان يعني بالمقدمة عم بالاتشكسو يعني بالصباحة المفتوحة يعني بمجال المفتوح مو مغلق اثناء التدريبات لاحظوا انو عند اللي بيكون عبيسبح باتجاه الشاطئ قال باتجاه الشاطئ بالثانية الكبرم ثانية دا الكبرم يعني لاحظوا تأثير انو الامواج او التيار بيكون بالثانية اثنين برم يعني اذا كانت هالبرم معتبرة متر يعني بتأثر باثنين متر يعني بتسرع هاي طبعا لازم فورا نفهمها اني تسرعه ليش؟ لانو عبيقلي الثانية دا الكبرم يعني مترين مثلا بالثانية او ممكن يكون بالبرم اصد فيها اه سنتيمتر يعني اثنين سنتيمتر بالثانية وكمان عبيقلي انو من الشاطئ بسرعة سابته طلع اثمينين برم روحة رجعة لاحظوا اطلب تكرار بولندو نقطة يعني روحة رجعة ثمانين متر او ثمانين برم متل ما وكاتب ثلاثين ثانية استغرقوا معو بنقري سبورجنن غزنن ثانية دا كاتش برم قولدونا بولولن يعني على هالاساس هاد العطانية عبيقلي بده احسب له اه سرعة المتسابق او الرياضي اللي عبيسبح بده اياها سرعته بالثانية الوحدة اشقد بتكون طبعا هوني لحل هذا السؤال اه لازم اه اول شي اكون فهمة النص تماما انو هوني عبصير عندي روحة ثمانين اه برم ورجعة ثمانين برم وعندي كمان التيار اللي عبيقسر ان كان من موج او متل ما ذكر هوني تيار الماء عبيقسر علي باثنين ثانية دا كبيرم يعني عبقسر بسرعة اتنين فهو بده احسب له سرعة بالثانية الوحدة طيب بفرض انو السرعة تساوي اكس تمام عندي روحة رجعة بالروحة رح يطلع من الشاطئ لجوة يعني رح يعاكس الموج او رح يعاكس تيار الماء طبعا اه رح اتذكر قانون الاخدته بالفيزياء انو الزمن يساوي المسافة على السرعة يعني او اذا حطيتوا السرعة هون هي السرعة ايش تساوي تساوي المسافة على الزمن شال الزمن حطه هون ونزل السرعة لمحله طيب المسافة اش قاد تمامين بالروحة اتمانين بالرجعة هاي بالقدش اتمانين بالدنش كمان اتمانين ولكن مرة عبي اثر معي السرعة بتأثر عندي بزائد اتنين بسبب الموج عبساعده للسباح يرجع ومرة وهو رايح عبعارضه الموج او عبعارضه التيار عبيعيقه بمقدار اتنين متل ما ذكرلي بنص المسألة فبصير معي التيل جديش المسافة هي نفسها تمامين السرعة فرطة اكس ولكن ناقص اتنين تأثير مين تأثير التيار اما بده نش التيار رح يساعده باتنين والمسافة هي نفسه وقال لي روحها راجعة بش فلاستغرق معه تلايتين ثانية بطبكها لحكي هاد بصير عندي اتاقديش زائدي تا دنش يساوي تلايتين طبعا بنزل اه تا قديش متل ما طالعتها والدنش متل ما طالعتها تساوي تلايتين صارت عندي معادلة من الدرجة التانية ليش من الدرجة التانية هلأ رح واحد المقامات. رح تطلع معي معادلة من الدرجة التانية. مجرد ما احلها وقت طالعي الاكس. الاكس هي رح تكون السرعة بالثانية الوحدة السرعة المطلوبة. طيب صار عندي معادلة من هالشكل هاد. بدي اوحد المقامات اول شيء. اتعلمنا بالسنوات السابقة. يعني بالصف التاسع. ازا كان عندي كسرين جنب بعضهم. اول شغلة لازم اعمل انتي اوحد المقامات. تاني شغلة. قال ازا عندي بطرف اكس ناقص اتنين. وعندي هون اكس زائد اتنين. قال انا دايما بضرب بمرافق المقام. يعني بنزل هي لهون وهي لهون. ذاتا اخدناها متطابقة شهيرة. اللي هي اكس زائد اتنين. مضروبة ب اكس ناقص اتنين. اخدناها من هالشكل. ا مربع. ناقص ب مربع. اش تساوي? تساوي هاي. ال ا ناقص الب مضروبة بال ا زائد الب. لاحظوا هون عندي ال ا زائد الب وهون ال ا ناقص الب. يعني هدول التنتين رح يكونوا بشكل مربعات. يعني ال اكس للتربيع ناقص اتنين للتربيع بيطلع معي جوابه. طيب وحطت المقامات. لاحظوا هون صار عندي المقام هون نفسه وهون نفسه. اللي هو اكس مربع. ناقص اربعة. مربع الاول. ناقص مربع التاني. هلا بجعل البسط. هاد ال تمانين ضربتها ب اكس زائد اتنين. وهال تمانين ضربتها ب اكس ناقص اتنين. لاحظوا كتبناها بها الشكل. ناقص كمان ال تلاتين قلبناها للطرف التاني. ووحدنا لها مقاماتها بنفس الشكل. يعني لنوحد لها مقاماتها لهي. لازم نضرب بسطة ومقامة بمين? ب اكس زائد اتنين. وب اكس ناقص اتنين مشان يصيروا مقاماتهم كلاتهم متل بعضهم. طيب صارت عندي ال تلاتين مضروبة ب اكس زائد اتنين. واكس ناقص اتنين. وهدول مضروبات بها الشكل. بفكهم كلاتهم بفك الاقواس. يعني بضرب الثمانين ب اكس. وبضرب الثمانين باتنين. تطلع مية وستين. كمان هون بضرب الثمانين ب اكس. وكمان بضرب الثمانين بنائص اتنين. وكمان هون الثلاثين نفس الشي. هاي بقدر بكتبه اكس مربع ناقص اربعة. وبضرب الناقص الثلاثين فيا. فبيطلع معي ناقص الثلاثين اكس مربع زائد مية وستين اكس زائد مية وعشرين. علش قد على اكس مربع ناقص اربعة اللي هو المقام اللي عندي اياه. طبعا اتعلمنا هيك نوع من المعادلات بقدر بقول طرفين بواسطين. يعني بضرب هاد الرقم الموجود عندي هون بالصفر. زاتا هاي هون عندي اياها صفر. فبصير عندي هاد كل ياته شو يساوي? يساوي الصفر. ضربت فقط الطرفين ب اكس مربع ناقص اربعة. هاي الصفر مضروبة بعدد فبتطلع صفر. فطار عندي هالحد هاد بقي عندي فقط البسط يساوي الصفر. هلا باجي بقول ناقص تلاتين اكس مربع زائد مية وستين اكس زائد مية وعشرين. هاد المعادلة هاي راح حللها تحليل مباشر. العددين ضربهم في بعض يساوي آآ ناقص تلاتين اكس مربع. وهون كمان بدي عددين ضربهم في بعض يساوي المية وعشرين. طبعا هاي اول شي راح لها الى عددين مضروبات في بعضهم او حدين مضروبات في بعضهم يساوي ناقص تلاتين اكس مربع. اللي هنن تلاتين اكس مضروبة بنائص اكس. وضربوهم في بعضهم فبطلع معكم ناقص تلاتين اكس مربع. عددين رخار بدي ضربهم في بعضهم يساوي مية وعشرين. طبعا هنن عشرين مضروبة بستة. عشرين بستة تطلع مية وعشرين. اللي عبي استصعب هالطريقة هاي بامكانه يحلها بشكل بسيط عن طريق الدلتا. متل ما تعلمنا الدلتا بتحطي لها قانون بتقدر تطالع عن طريق الدلتا. هلا راح ناخد بدروسنا القادمة امثلة اكتر عن الدلتا. لنتعلمها تماما ونتقن طريقة الدلتا. هادا لا اتاكد انه حلي صح. بضرب تلاتين اكس بستة. تطلع معي مية وتمانين اكس. بنائص منا لاحظهم مو عندي ناقص. هدول ضربتهم في بعضهم راح اطلع عشرين. مية وتمانين ناقص عشرين بيطلع مية وستين. معناته فرضيتي صح. فهون عندي الاشارة زائد. وهون عندي الاشارة زائد. فبقول هاد يعني تلاتين اكس زائد عشرين مضروبة بنائص اكس زائد ستين تساوي الصفر. معناته عندي اما هذا الحد يساوي الصفر او هاد الحد يساوي الصفر. هون ما ننسى. احنا مو قسمنا هذا كان مقام قسمناه هون اه مراح عندي. ما ننسى دائما انه هذا الحد ابدا ما لازم يساوي الصفر. هون بقع بيكتب لي ايه على جنب شان اقضل صحيان ما انسى ازا طلع عندي قيمة من هالقيم بتعدم المقام الغية. فهون كتب لي الاكس مربع ناقص اربعة لا تساوي الصفر معناته هي رجع على اصلا الي هي اكس ناقص اتنين مضروبة بايكس زائد اتنين من نفس هاي القاعدة هاي اللي هون. فصير عندي لا تساوي الصفر يعني الاكس دائما لازم ما تساوي الناقص اتنين. ولازم ما تساوي الاتنين. ازا ساوتهم ببطلة ما بقبلا برفضها. طيب عندي هون هي توساوي الصفر ثلاتين اكس زائد عشرين. تساوي الصفر معناته بقسم هون على عشرة وبطير هاي عندي. بقلب الاتنين للطرف التاني بتصير ناقص اتنين. بقسم على امثال الاكس للتلاتة فبيطلع عندي اول اكس. ناقص اتنين على تلاتة. طيب. وكماني عندي هون الاكس ايش تساوي? تساوي ستة. ليش ناقص اكس زائد ستة تساوي الصفر. بقلب الناقص اكس لطرف الثاني بصير زائد X بتساوي الستة طيب هاي السالبة بلغية ما ليشغلة فيها المتسابقين لهم سرعة وليس سرعتهم سالبة فبدربها ما ليشغلة فيها طبعا ما طلع معي X لا تساوي 2 وX لا تساوي ناقص 2 معناتها وضعي بالسليم هوني عندي الـ X التانية طلعت 6 هي المقبولة معناتها سرعتهم بالثانية الوحدة 6 طبعا 6 برمدر هذا الكلام منطقي وهو الحل الصحيح هلا هوني بالسيرة السزدة هذا التمرين رح اترك لكم يا وظيفة طبعا هذا التمرين بشبه لقبله تتمل لقبله بس مغير لكم المعطيات اقروب بتمعهم وحلوه متل ما محلول اللي قبله بتصوروا الحل على الموبايل وتبعتوه ليا ايميل على ايميل اللي هلا رح يطلع على الشاشة طبعا اللي عنده كماني سؤال بيقدر يكتب سؤاله ويبعتلي اياه بايميل بتمنى منكن كل لياتكن تحلو هالتمرينهات لنشوف مين لعا بيشتغل ومين المعا بيشتغل لهوني بينتهي درسنا لليوم شكرا لحسن اصغائكم نلتقي بالدروس القادمة ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى